القبول والرضا هما غاية المنى لكل عامل يرجو الله والدار الآخرة لأن القبول والرضا هما صنوان فالرضا هو القبول والقبول لا يكون إلا عن الرضا فمن قبله الله فقد رضي عنه ورضي عن عمله وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فكلما اجتهد الإنسان في تحقيق خصى للتقوى في أعماله سواء كانت أعمال واجبة أو مستحبة فإنه يرجع أن يكون من المقبولين لكن الجزم بأن العمل مقبول لا سبيل إليه وإنما يرجع أن يكون الإنسان مقبولا يرجو الإنسان أن يكون مقبولا إذا اتقى الله تعالى في عمله